يعني ايه فوضى؟ يعني ايه فوضى؟ ده مصطلح عام جداً فوضى يعني خلل في السلوك طبعاً مش هعممه على الطفل بس لاني انا بشوف الفوضى في الكبير وفي الصغير فمقدرش اقول فوضى جاية من الطفل ولكن لو هخص بالذكر الفوضى عند الطفل فعرفينا احنا بنقول ايه الطفل الخرابة يعني الطفل اللي هو مولع بالتخريب عايز مش قاعد جنبي على حيله عايز يخرب اي حاجة عايز يعوك اي حاجة مش حابب يقعد في مكانه ثابت الفوضى هو سلوك غير مرغوب طبعاً هو كمان سلوك عنيد الطفل الفوضوي عادةً بيكون عنيد طيب هو بيعمل كده ليه؟ هو بيكتشف بس انا كأم مش ببقى فهمة ان هو بيبقى حابب يكتشف الفوضى عند الطفل هو نوع من انواع الاكتشاف نوع من انواع ان هو عايز يفهم هو ده في ايه يعني ممكن يمسك كبات المياه دي يدلقها على الارض عشان يعرف هي ايه لجواها بس مش اكتشف بس ده لغاية سن معينة دكتور يعني هو مش بيفضل كده يعني فكرة انه بيضلق مياه علشان يكتشف دي بتبقى في الفترة الاولى من عمره هو من ثلاث لخمس سنين بعد كده ممكن يبقى طفل فوضوي طبعاً بيبقى الموضوع بالنسباله مش اكتشاف اه طبعاً لكن بيبقى سلوكه بيعبر عن حاجة تلك بس دنا الفوضى سلوك سيء هنتعامل معي بحاجة من الاتنين الطفل الصغير من ثلاثة لخمسة لو وجهناه هو خلاص هيبدأ يتعود على اني ما يعملش كده ولكن لو انا كماما سبته يستمر هيتعود اني هو يعمل اي حاجة في اي وقت وده بقى المشكلة بتجيلنا بعد الخمس سنين بيبدأ تأثير السلوك السلبي السيء يبان ونقول ان الطفل ده مثلاً محتاج تعديل سلوك بعد الخمس سنين ليه؟ لاني انا ما وجهتوش في الاول ما قلتلوش اني ماينفعش تعمل السلوك ده ما قلتلوش اني ماينفعش تدلق ماينفعش تكسر ممكن كنت اصلح الموضوع بدري ما كنتش ساعتها حس اني عندنا مشكلة في الموضوع ده طب في بعض الامهات يا دكتور بيقولوا انه لأ طب وانا ليه وقفه عن اكتشاف الدنيا وليه وقفه عن اكتشاف الحياة طب انا كده كده اصلاً انا كده بربي جوا رهبة ورعب من كل حاجة وفي نفس الوقت صح مش ده بيحصل طبعاً وفي نفس الوقت ومعرفش حاجة وما اكتشفش حاجة فسي بيه وهو لما هيكبر هيتعلم لوحده في نوعين من الامهات الامة اللي واخدى النمط الشخصية الستريتلي اللي هو واحد زائد واحد يسوي اتنين احنا هنعمل كل حاجة بمعاد كل حاجة بتايم كل حاجة بحاجة معينة ودي بتبقى واخدى المنهج ده من اول ما الطفل بيبدأ يكمل ثلاث سنين تقريباً بتبدأ تحطه على الستريت لاين هنعمل ده دلوقتي هنعمل ده فيه بقى النقيد تماماً اللي حضرتك بتقولي عليه سي بيه اكتشف سي بيه اعمل انا بقى في رأي اللي اتنين غلط فعلاً طبعاً ليه بقى؟ خير الامور الوسط انا مش مشكلة امشي ابني او بنتي الساعة كذا هنعمل كذا لا على فكرة ده مش صح هريك هتعملي له مشكلة هتحس بيها مش دلوقتي هتحس بيها لما ابن حضرتك بيقى في سن المراحقة مش دلوقتي خالص ليه ايه المشكلة؟ هيتوتر هيتلع شخصية متوترة في معاملاته مع صحابه في معاملاته مع الدنيا عامة تعرف ان فيه حاجات مش بنعرف نزبط فيها الوقت لو الطفل او بعد بقى ما يبقى شب او فتاة كده كبيرة بنت كبيرة هو هيحس ان هو جواه حاجة غلط ملتزمش هيطلع متوتر شخصية مهزوزة طب ما هو ممكن يطلع العكس؟ مش ممكن يطلع بني قدم او شخص ملتزم جدا 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 موعيده مظبوطة 100% شغله مظبوط فيه 100% بيته مظبوط 100%؟ لا في السن المراحقة هم بيعملوا محاكاة وتقليد قوي مع صحابهم والغالب عندنا مش بيبقى الشخصيات الستريت دي يعني انتي فهمها الغالب عندنا بيبقى العكس تماما الناس سايبت دنيا براحتها يعني فعشان كده خيرهم اوسطهم يعني افهم الطفل ده لقى الكوباية حبيبي مش هينفع ندلق المياه علشان بص ممكن نقع البساطة مطلوبة مع ولادنا لكن ولا كده ولا كده يعني ده رأييه اشتركوا في القناة